التدريبات كتاب بنك الأسئلة من صفحة 47 على الفصل التاسع من قصة أبو الفوارس عن طرى السؤال الأول فقال عن طرى متحركا في ضجر بل أذهب إليها لكي أذرف دمعي وأضفق لها ما بقلبي لعلها ترضى عني لقد كنت يوما من الأيام أهم بأن أفعل ما تذكره الآن فلقد كنت حريصا على أن أفوز بعبلة ولكني لا أنظر اليوم لا أن أفوز بها لقد بلغت مني فوق ما يبلغ النساء من الرجال فأنا لا أطمع اليوم في أكثر من أن أسترد رضاها ما يستناقضا تلمسه لشخصية عن طرى من خلال فهمك لقول عن طرى السابق ذله لعبلة وخضوعه لها مع ما يتميز به من شجاعة وبتش بالعداء حبه لعبلة وحرصي عليها مع ضجر أحيانا منها وزهده عن حبها طبعا ما بينمش عنه العبارة شغفي بعبلة مع اهتمامي ببنات الحي واستعراض فتواتي أمامهن طبعا برضو لا حرصي على الفوز بعبلة وفي نفس الوقت تكبر على الاعتذار لها لا طبعا التناقض اللي بين العبارة وبين كلام عن طرى طبعا زل لعبلة وخضوع لها رغم أنه يتميز بالشجاعة والبتش يبا هلح ناخد رقم ألف رقم اثنين فقام شيبوب قائلا أحمق ورب الكعبة إنهم لا يردون إلا بعدك ولو وجدوا فيك فرصة لزجوا بك في المهانك حتى لا يروا لك وجها وأما أنا فإني لن أعدل بهذه الحياة شيئا هي عندي خير من عبلة وكل قومها أنا أعرف كيف أحيا وكيف أنعم بطعامي وشرابي أما أنت فلا أظنك تحرص إلا على الخيال الذي يصوره لك الوهم اذهب كما شئت والتمس ما شئت فأنا أحب أن أكون معك ولن أتخلى عنك ولن أدعى صحبتك إنك تحبها لأنك تطلب علالة لحياتك أنت تجد لذلك فيما تأمل وأرجو وما تسعى له من آمانك وأما أنا فإني أجد لزتي فيما أذوق بلساني وما ألمسه بيدي وما أقارفه في يومي أنت تسعى وتتألم في سبيل وهم باطل وأنا أحيا وأتنعم فيما أحس حقيقة في يدي استنتج القيمة الإيجابية التي تلمس من خلال حوار شيبوب مع عنطرة الأمانة في حفاظ على الأسرار الدفاع عن الأخ والصديق الصدق في النصح نفسها ولم تحدث أحدا تحدث كل الناس وأثرت على ارتباطها بعنطرة انطوت على نفسها كئيبة وذبلت نظارتها وجمالها رضخت لأبيها وأخيها وقطعت علاقتها بعنطرة طبعا الدليل على أن ضيق عبل بالإقامة أنها انطوت على نفسها كئيبة وذبلت نظارتها وجمالها هنأخذ رقم جيم تلاتة خدنا رقم جيم رقم أربع وكان مالك يضمر في قرارة نفسه إحساسا بالمعرة من أن يعطي ابنته لعنطرة وإن كان فارس قومه وحاميهم وما كان مثله ليصهر إلى رجل ولدته زبيب الأمة فيمزج دماءه بدماء عبد استنتج من خلال فهمك لما قرأت ظاهرة سلبية ما ذلنا نعاني منها في عصرنا الحاضر التنمر طبعا التنمر إن الإنسان يذكر عيوب الآخرين ويعيبهم العنصرية اللي هي التكبر والتعالي سواء باللون أو بالجنس أو بالدين التشهير ذكر عيوب من أكرهه ونشرها بين الناس التحاسد أن أحزت شخص ما طبعا هنا العنصرية وهي التعالي بسبب اللون أو الجنس أو العرق ملخص الفصل العاشر حياة الغرباء من كتاب نكتاب الأضواء وقد كان مقام مالك في بني شايبان كريما إذ نزل جارا عند سيد القوم قيس بن مسعود ولكنه ندم على رحيله عن قومه من أجل عارض كان أول به أن يصبر عليه ذكر في العودة ولكن ابنه عمرا رفضا وأخبره أن بستام يرغب في الزواج من عبلة فأخبره مالك أن عادات العرب ترفض ذلك لأنهم ضيوف في بني شايبان وأن الخاطب لابد أن يأتي إليهم في ديارهم تقول العرب إنه لم يستطع أن يرفض زواجها من بستام وإنه ترك أمر عبل لها وأكتمل الحوار بينهما بإظهار الكراهية لعنطرة وفي تلك الأثناء كان شايبوب يتسمع لحديثهما ودخل خيمة عبلة متسللا بحذر وأخبرها بأن عنطرة قريب وفي أثناء حديثهما جاء عمر فأراد شايبوب الهرب فتعثر ورآه عمر فأخبره شايبوب بما سمع منه ومن أبيه فأراد عمر أن يمسك به ويقيده ففرها ربا وانطلق يعدو في الرمان كالظليم الظليم اللي هو ذكر النعام وده دلالة على سرعة شايبوب تدريبات على الفصل العاشر من كتابنا كتاب بنك لسيلة كتاب الأضواء سفة 48 وكان يتنسم الأنباء عن عبس فإذا ما أتت قافلة من الحجاز إلى العراق خرج يسأل أهلها في لهفة عن إخواتهم وعن أصحابه الذين طالما شاركوا وشاركوه في السراء والدراء وفي النصر وفي الهزيمة وامتلع صدره بشعور يشبه الندم على أنه ترك وطنه وأهله من أجل عارض عرض له كان أولى به لو صبر عليه أو فسح له من صدره ميز درس المستفادة من خلال فهمك للفقر السابقة حب الترحال والتنقل طبعا هنا لم يذكر الترحال والتنقل الحرس على تعرض مهارات القتال حب الوطن وعدم القدرة على فراق الصبر على ملاقات العداء طبعا حب الوطن وعدم القدرة على فراقه إن أخذنا رقم جي أعرضت علي زواج بسطام فقال أعرضته أمي في ثناية حديثها فأعرضت عنها وبكت وقامت إلى مغدعي فاعتكفت به وقال مالك في حزن إنكم تعذبون الفتاة وما لكم تريدون أن تكرهوها على زواج من لا ترضى لقد أليت على نفسي أن أجعل أمرها لنفسها ألا تذكر يوم أطاع عليها عمارة بن زياد ألم تقل لي إنها لا ترى إلا ما يرى أبوها وأخوها وإن كانت لا تحب الزواج من عمارة فقاطع عمر قائلا فإذا كانت لا ترضى إلا بأن ترأت زوجها له فقال مالك في ثبات أزوجها له استنتج من خلال فهمك الفقرة المحن من ملامح شخصية مالك بن قراد رجل انتهازي يفكر في مكاسب الشخصية دون النظر لمن حوله طبعا لا بل خطأ لأنه يفكر في حياة ابنته رجل عاقل يضع الأمور في نصابها الصحيح ويقر بالواقع ولا متكبر لا يؤدي حق من حوله من احترامه تقدير طبعا ما فيش تكبر رجل متفتح يرى الواقع ويحاربه باقتناع وفهم طبعا لا ورجل عاقل يضع الأمور في نصابها الصحيح ويقر بالواقع رقم ثلاثة لم يوافق مالك بن قراد على زواج عبلة من بسطام كل الاختيارات صحيحة معدى واحدة لأن بسطاما لم يقدر عبلة وأهلاء حق التقدير وعملهم بأنفة وكبرياء طبعا هو لم يعاملهم بأنفة وكبرياء لأنه لا بد أن يأتي الخطاب إلى ديارهم طبعا صح حتى لا يقول العرب أن مالكا لم يستطع رد بسطام عن طلبه خطبة عبلة لاستطافة بسطام لهم لأنهم ضيوف لاستطافة بسطام لهم نعم لأنهم ضيوف عند بني شابان نعم لبالعبار الخطأ لأن بسطاما لم يقدر عبلة وأهلاء حق التقدير وعملهم بأنفة وكبرياء ولم يحدث ذلك منه كمربعة فلما اطمؤنا إلى أن ليس بالخيم أحد يخشاه همس قائلا عبلة لا تراعي فأنا شيبوب فقالت عبلة في صيحة مكتومة وايحك يا شيبوب أأنت هنا وقامت إليه تهمس متى جئت وفيما سعيت وهل جئت وحدك طبعا استنتج مراد عبلة من الأسئلة التي وجهتها إلى شيبوب تخويفه من عاقبة تسلله إليها ولا تنبيهه لأختار ما فعل ولا تفقدها لمجيء عن طره ولا إظهار الضيق بصنيح شيبوب طبعا هنا تفقدها لمجيء عن طره كسرة الأسئلة تريد أن تعرف أن عن طره معه أو ليس معه إن شاء الله تكون استفدت معي لو عجبك الفيديو عجاب وشارك الفيديو مع زملائك وانتظرنا في القادم إن شاء الله